اشتركوا في القناة سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ان ارفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبركات بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس لمجسي الشورى والنواب ويسعدني كذلك ان اشيد بخطاب جلالتكم الشامل وهما حمله من مضامين وطنية جامعة تناولتم خلاله كافة جوانب التطور والنمو الذي تشهده مملكتنا الغالية والتطلع للمستقبل والحفاظ على ما تحقق من المكتسبات والانجازات في مختلف القطاعات ويسرني في هذا اليوم الذي نفتتح فيه فصلا تشريعيا جديدا من العمل الوطني ليضيف نجاحا اخر لما حققته المملكة على صعيد الممارسة الديمقراطية ان نعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز لما قطعته مسيرة الوطن المباركة بقيادة جلالتكم من خطوات كبيرة رفدتها رؤية وتوجيهات جلالتكم السامية حتى اصبحت نموذجا راقيا تتعزز فيها المشاركة الشعبية عبر الالتفاف الوطني حول المسيرة الديمقراطية التي ارسيتم دعائمها بما لمسناه من مشاركة فاعلة من كافة ابناء البحرين في الاستحقاق الانتخابي سواء بالترشيح او الانتخاب عكست حرصهم على الحفاظ على المكتسبات الوطنية وفي الختام نجدد لجلالتكم في هذه المناسبة العهد على مواصلة العمل للإسهام في تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم لوطننا الغالي في ظل قيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم سائلني الله العلي القدير ان يديم على جلالتكم منفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وفيما يلي نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السرور والتقدير تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب واننا اذ نعرب عن خالص شكرنا لسموكم وتقديرنا لمشاعركم نستحضر دور سموكم الكبير ومشاركتكم الطيبة في دعم هذه المسيرة المباركة وتحقيق هذه المنجزات الديمقراطية التي تترسخ عاما بعد عام وتعد لمستقبل مزدهر لهذا الوطن العزيز وتحقيق كل معاني العزة ومظاهر التقدم لكل ابنائه أدام الله عليكم نعمة العافية ووفقكم لما يحبه ويرضاه ودمتم سالمين يحفظكم الله والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين اشتركوا في القناة